موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهدين الكرام في هذه المقابلة الخاصة مع أحد أبرز الشخصيات في دولة الكويت الحبيبة التي ساهم في رفعة هذه البلد وازدهارها الدكتور صالح العجيري يا مرحب ومسهلا بك معنا على شاشة غنات الريان وكل عام وانت بخير وهل الكويت كلهم بخير عاد الله على الجميع بالخير واليمنى من إقبال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبينا استعين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبي أجمعين محدثكم والدكتور صالح العجيري الباحث الفلكي جئتكم من الماضي قدمت إليكم ومستهل القرن العشرين بلغتم من الكبر العتية جاوزت السابعة والتسعين من عمري الآن الحمد لله على آلائه ونعمائه لقد اجتمع الشمل مع البعثة الإعلامية الغطرية في هذه المناسبة الكريمة في موعد العيد الوطني في الكويت نبغي مشاعرك بهذه المناسبة وذكرى الاستقلال في سنة 1961 كيف كانت هذه الذكرى بالنسبة لك؟ الذكرى قبل ذلك أنا بسبب أو لكوني عمرت كثيرا يعني زامنت أعياد الوطنية كلها في يوم 31 يناير 1950 انتقل إلى رحمة الله تعالى شيخ الكويت أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح فما كان في ولي العهد خارج البلاد في يوم 25 فبراير 1950 حضر إلى البلاد ووقمت له احتفالات كبيرة لتقلده حاكم الكويت واشترك فيها الطلاب والجيش وعرضات وجميع النشاطات وما كانت متوفرة في ذلك الوقت وسمي ذلك اليوم عيد الجلوس عيد الجلوس 25 فبراير بقينا كذلك 11 عاما نحتفل بعيد الجلوس في 19 يونيو 1961 استقلت الكويت عن المملكة المتحدة عن انجلترا بالمعاهدة التي عقدت سنة 1899 فأصبحت الكويت مستقلة سمي ذلك العيد ذلك اليوم 19 يونيو عيد الاستقلال صرنا نحتفل بعيدين عيد الجلوس وعيد الاستقلال 25 فبراير و19 يونيو عيد الاستقلال بعد أربع سنوات رأى صاحب ساكن الجنان الشيخ عبد الله السالم الصباح حاكم الكويت أن يدبج العيدين في عيد واحد عيد الجلوس وعيد الاستقلال في يوم واحد وسماه عيد الاستقلال عيد الوطني العيد الوطني فصلنا نحتفل بالعيد الوطني قيض الله لنا من أمره رشدا فتحررت الكويت من الغاشم صدام وسمي ذلك اليوم وهو 26 فبراير عيد التحرير عيد التحرير مهم في دخل الكويت إلى التاريخ إذا بنرجع بالتاريخ لولادتك في منطقة القبلة ولدت في سنة 1921 في حي القبلي من الكويت وكانت دراستي ما شاء الله أن والدي رحمه الله الرحمة الواسحة وأسكنها وأنا فرادس الجنان فتتح مدرسة سنة 1920 قبل ولادتي بسنة واحدة لكني لما كبرت وصلت أمره ستة سبع سنين التحقت في المدرسة جميع التلاميذ في العالم كله في المليارات يعرفون اليوم اللي أخذهم أبوهم ومدهم المدرسة وقالوا أنت تلميذ إلا أنا من بين هالملايين هالمليارات الناس كيف؟ لأنه كان والدي يأخذني على كتفه يحطني على كتفه ووجهني المدرسة فأنا مع طول البقاءة على كتفه كل يوم يجيبني أو كل يومين ثلاثة عرفت إنه الشي اللي يشبه الرجل الواقف اسمه ألف والشي اللي مثل الرجل الراكع هذا ميم اللي يشبه الدجاجة هذا حرف الياء فتعلمت الأبجدية وأنا على كتف والدي في المدرسة بعد ذلك صار ما صار في سوق اللؤلؤ صار كساد في الكويت فوالدي ترك المدرسة واشتغل أشغال أخرى فانتقلت إلى مدرسة تسمى مدرسة الفين شرف أكملت دراستي فيها الابتدائية وبعد ذلك انتقلنا إلى الحي الصالحية فانتقلت إلى مدرسة يسمى علي الصقلاوي ومنها انتقلت إلى مدرسة من المرشد في المرقاب مدرسة مرشد في المرقاب يدرس العلوم العادية الحساب والقرآن وما شابه إلا أنه يمتاز عن باقي المدارس بإمساك الدفاتر التجار يعني يخرج التجار فوالدي أصر على أن أبقى في مدرسة من المرشد أصبح تاجيرا ولا أصبح موظفا لأن الذي يتخرج من مدرسة الحكومة يصبح موظف في ذلك السنة صار عندنا ما يسمى المجلس التشريعي من بين ما أرادوا أنهم يعرفون أن الكويت أم بحرية وأنهم يعرفون المواسم والمياه والجزر وما يتعلق بالبحر إلا أنهم أرادوا أن يزيدوا معلوماتهم فقرروا أن يرسلوا أحد التلاميذ الكويت إلى لندن ليدرس العلوم البحار ويتخرج كابتن وغاء اختيارهم علي أنا بعد ذلك انتهى أم جل المجلس ولا صارت البعثة فقيت في المدرسة من المرشد والدي رحمه الله لأنه صاحب مدرسة جاب المكتبة مكتبة المدرسة في البيت وكان يحثني يشدد عليه في قراءة الكتب الموجودة في البيت وأعين لي المدرسين خصوصيين فلما رحت المدرسة المباركية ولا أنا مميز على أقراني عندي أشياء ما يعرفونها اصطدمت مع مدرس اللغة مندرس الحساب أعطانا مسألة حسابية وامتحان أعطانا إياها وقال حلوها حليناها أنا معروف عني أني أول واحد في الحساب أحل المسألة حلت المسألة وعطيتها كراستي فما قال لي خطأ قال لي أنا أقول لكم إذا أعطيتكم مسألة حسابية راجعوها مرة مرتين ثلاث مرات هاك في رأسك أعطاني في رأسك راجعتها كمرة ما فيها شي لما انتهى الدرس ناداني وقال لي أنا ظنيت أنه أنه مسألت لك خطأ واتضح لي أني أنا الخطأ كان المدرس بالخطأ وأنا الصحيح ما شاء الله تبارك الله يا أبو محمد كذلك والدك رحمة الله عليه أرسلك إلى وذلك في صغرك إلى برر حية لتعلم الفروسية وركوب الخيل وحمل السلاح ذكرياتك في تلك الحقبة يا أنا دخلت إلى علم الفلك من ثلاثة أبواب هذا الدخول مو الآن أول دخولي أول دخولي كنت في صغري أخاف المظاهر الطبيعية أخاف من القصف الرعد أخاف من نوميض البرغ أخاف من الرياح أخاف من المطر أخاف من الظلام أخاف من النار فتعلمت علم الفلك من باب أعرف عدوك مدام هذا عدوي لازم أعرفه عشان أتقي عشان أتعامل معه الباب الثاني أن والدي رحمه الله أرسلني إلى البادية لتعلم الفروسية والرماية والحياة الخشنة فكنت ضيف قبيلة الرشايدة بزعامة نزال المعصب وتعلمت منه أشياء كثيرة تتعلق بالمواسم حسب ما عند أهل البادية الباب الثالث أنه في زمني ما في مدرسين فلك ولا في جداول ولا في كتب الفلك وقع في يدي كتاب اسمه المناهج الحميدية مؤلفه أستاذ مصري قرأت الكتاب مرة ومرتين وأكثر فهمت بعضه وبعض الآخر خفي عليه قرأت أن أسافر إلى مصر وألتقي بالمؤلف صن ندور في القيطان وين ميت النخاث شرعية لقينا المؤلف رحمه الله الرحمة الواسعة الله في ميت النخاث شرعية درسني ما أخفي علي من الكتاب وقال لي كما ترى وتشاهد أمري ثمانين سنة ومكاني بعيد ما رأيك حولك على أحد تلعبذتي في القاهرة حولني على أحد تلعبذتي في القاهرة كان مكان قريب تعلمت منه الكثير المثالات الكروية من لغة لغة مات في يوم من الأيام اكتبت من الكتاب تقول توفى إلى رحمة الله تعالى فقلت لها رحمة الله عليه الرحمة الواسعة وأسكنه على فراديس الجنان في جنة الخلدي وممكن الله يبلله فضل كبير عليه لكن اللي رغبة في الكتب اللي عندكم قالت من أنت ما جيت القاهرة تنتقي لك الكتب اللي تحتاجها وبعد ذلك نتصرف الكتب الباقية رحت القاهرة وفتحت الكنز العظيم اللي أنا مشتاق لها سنين كثيرة ومشتاق لها تماما فجبت لي ثلاث شنط ونقيت لي سبعين كتاب حطيتهم في الثلاث شنط قلت لها بشم كانت تقول ببلاش قلت لها ليش كانت تقول ذور ضرتي الله يعطيك العافية محمد احنا متواصلين معك ولكن نطلع فاصل قصير مشاهديننا الكرام وبعدها نكمل المقابلتنا مع الدكتور الصالح العجيري انتظرونا موسيقى 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 رحبا بكم بعد هذا الفاصل في مقابلتنا الخاصة مع الدكتور الفلكي صالح العجيري لك متابعين ولتنبؤاتك سواء من الكويت أو من خارج الكويت وتحديدا في أخبار وأحوال الطقس والتنبؤات الجوية هذه الثقة من متابعينك وتحديدا اللي يعملون في هذا المجال أو يمتهنون هذا المجال أو يهونه مثل ما كانت هوايتك في البداية للفلك وأحوال الطقس كيف تحس بالثقة عندما ترى هذا المتابعين ما لي فخر أنا في حصولي على المعلومات الجيدة الصادقة لأنني درست علم الفلك منذ صغري وعارضت الكثير من عمور الفلك والحسابات الفلكية حساب المثلثات الكروية حساب الأغريتمات والحمد لله وفقت كثيرا في ذلك صرت يعني لما أذكر العيد يكون بي يوم وكذا ورمضان في كذا ومواقع الصلاة درست فيها أنا صار لي ما شاء الله صلة كبيرة في قطر فيما يتعلق بالرزامات في الخمسينات والستينات مع الشيخ الأنصار رحمة الله عملت عملت بالنعمة صاحب مكتبة العروبة في بيع والشراف كتب وغيرها والأنصاري رحمة الله عليها عبد الله إبراهيم الأنصاري كانت معه مبالغات ومساجلات في بيتها علق بالفلك وابنه فأخيرا ابن أبو محمد الله يطول عمره كذلك يعني صلتي في قطر ما شاء الله عليقة وكانت جيدة فأخير ذلك كان في شبابي لما كبرت صرت يعني عاجز عن أمور التي تميزني دائما مميز دائما يا أبو محمد مميز في كل الأحوال وفي كل الإنسان طال عمرك وأكرم المقاصد أبو محمد طال عمرك في هذه السنوات الأخيرة أو تحديدا هذا العام يعني شح المطر هل هناك من ظاهرة علمية في هذا الحال تحديدا نسأل الله أن يرزقنا إن شاء الله منطقتنا احنا في الكويت ومع جاورها المضرجين في حضبة البحيرات في شرق أفريقيا يتصدر منخفضات جوية تعبر جبال تغاما ولا تأثر فيها تعبر بحر الأحمر ولا تأثر فيه ابتداء من منتصف جزيرة العربية يبدأ تأثيرها يمر على مسطحات الخليجية ويتشبع بالرطوبة وإذا صادف طبقه باردة في طبقات الجو العليا ينزل نمطر بفضل الله ورحمته السنة صار فيه انحراف منخفضات والمرتفعات فتأخر المطر وقلت كميته ولذلك من الممكن أن يكون الصيف حار وأن يكون فيه غبار شهر ستة شهر يونيو كل غبار وقسم من شهر سبعة وشدة وشدة الحر ستكون في النصف الأخير من شهر سبعة يونيو يوليو نعم سبق قلت كانت المعارف السمح في ذاك الزوان كانت مدحاجة إلى ودرسين فأخذونا من ثاني ثانوية وقد درسنا أول مرة أدرس أنا في المدرسة الشرقية سنة 1942 من بين التلاميذ اللي درسهم حضت صاحب السمو الشيخ صباح لأحمد الجابر الصباح كانت الميذا في المدرسة و يوم من الأيام في كل يوم واحد من المدرسين يصير مراقب على المدرسة يوم من الأيام أنا مراقب على المدرسة واقف على الرصيف الطلاب اطلعوا من الفصل الأول بعد ما تفصلوا من الفصل الثاني بيدي جرس الجرس القديم اللي مثل هاون طاحوا اللي النفس على الأرض كان يصيحون الصغار اللي جنبه أوه أوه التارث أوه المدرسة كلها صاحت أوه أوه شي سووا أنا مراقب ولازم أشوف طريقة وياهم طربت أقرب تلميذ يمي وطاح إنه طاح إنه راح هناك قلت ما دليش صار على هالتلميذ دليش وطاقيت ما دلي منه وما دليش الشرالة من الضربة رحت وإله ويضحك ويتبسم أنا أقول ما شاء الله عليه السخص فاح أطقه ويتبسم هذه الافتسامة والضحكة اللي فيه وجهه هذه أصيلة ليست مكتسبة قلت هذه القصة لإخوانا قبل كم سنة وقلت لهم أنا ضقيت أخوكم ولا علمتكم خايف منكم لكن الآن صار عمره ثمانين تسعين سنة أنا عايش في الفائدة طقون يضربون يشتقون يسوفون يلي تبون الله يحفظك إن شاء الله يعطيك الصحة والعافية كلمة أخيرة تحب توجهها لتابعينك ومحبينك يا أبو محمد هذه المناسبة الكريمة يفخر بها أهل الكويت وأهل الخليج جميعا وأهل العرب تماما كمان نرجو ونتمنى ولذلك أنا أشكركم الشكر العجل وتمنى لكم أمم للغايات وأكرم المقاصد وعناية الله ترعاكم وتدومون بالصحة والمسرة وراحة البال وأطيب الخاطر وإن شاء الله أراكم مرة أخرى وأنتم كما أرجو وأتمنى أحسن حالا وأن أنعم بالا أحيي البحثة الإعلامية الغطرية أجمنا تحية وأرجو لهم كل ما يرجون ويتمنون شرط الرضا الله سبحانه وتعالى وأجد أن الفرحتنا في الكويت تعم شعوب الخليج كلهم عامة ويتمنون لنا كل ما سر وراحة بعد الله يزاك خير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على الكويت وهل الكويت الأمن والأمان والأفراح يا رب العالمين الدكتور الفلكي صالح العجيري شكرا لوقتك الثمين الله يحفظك أشكر عنايتك أشكر لطفك الله يسلمك ونشكرك على استقبالنا في مجلسك العامر وإن شاء الله أننا نلتقيك إن شاء الله في المرات القادمة شكرا نزيل الله وفقهم الله إن شاء الله إلى أمب الغيات وأكرم المقاصد إن شاء الله وشكرا على الكتب اللي أهديتها هذه كتب عن سيرة حياتي أحنا نفخر ونتشرق خلال السنوات الأخيرة أعطيتكم نسخة من كل من كل واحد أحنا نفخر بهذا الكتب واغتناء سيرة حياتك فيها كل ما تطلبون الله يزاك خير شكرا جزيلا لك الله يحفظك أشكر عنايتكم أشكر لطفك شكرا لك لسر أموركم إن شاء الله الله يسلم وتدومون بالصحة والمسرة وراحة البال واطملان الخاضر إن شاء الله اللهم آله وأسأنا أراكم مرة أخرى وأنتم كما أرجو وأتمنى أحسن حالا وأنعمبانا بإذن الله بإذن الله شكرا جزيلا لك والشكرا أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام ومتابعين في هذه المقابلة إلى أن نلقاكم في مقابلات قادمة في أمان الله اشتركوا في القناة